بسم الله الرحمن الرحيم الاتصالات الإدارية محتوى الوحدة الأولى الفصل الأول طبعا هناك عدة موضوعات في الفصل الأول أهم مفهوم الاتصال تعريف الاتصال والذي سبك وأن قمنا بتعريفه في المحاضرة السابقة definition of communication أهمية الاتصال والموضوع الذي سوف نتناوله اليوم importance of communication هناك موضوع ثالث عمليات الاتصال communication process عمليات الاتصال أو عناصر عمليات الاتصال هناك أيضا موضوع أنواع الاتصالات types of communications هناك أيضا وسائل الاتصال means of communication وهناك أيضا شبكات الاتصال أخيرا communication networks بداية نتكلم في الموضوع الأول لتعريف عمليات الاتصال كنا قد تكلمنا عنها في المقدمة تعريف عمليات الاتصال definition of communication أخذنا هذا التعريف تعريف الدكتور حنفي سليمان من بين التعريف المختلفة لعملية الاتصال كنا قد عرفناها بأنها هي العملية التي تبدأ بالمرسل وتنتهي بالمستقبل هي عملية نقل المعلومات من طرف إلى آخر بحيث يسمى الطرف الأول المرسل والطرف الآخر المستقبل عن طريق قناة أو وسيلة تسمى قناة الاتصال لنرى تعريف الدكتور حنفي سليمان ماذا قال؟ قال بأنها عملية إرسال المعلومات هي الرسالة بداية ذات المعنى المحدد المعنى المحدد المقصود الكامل من فرد هنا الفرد الطرف الأول لآخر الطرف الثاني المرسل والمستقبل هذا هو المرسل وهذا هو المستقبل بهدف هنا هدف يظهر هدف عملية أو العملية هدف عملية الاتصال أو الهدف من عملية الاتصال وذلك بهدف التأثير على سلوك الشخص الثاني أو إحداث تعديل في سلوك الطرف الثاني ألا وهو المستقبل عليه هنا الخلاصة هنا الخلاصة فالاتصالات عملية مستمرة ما المقصود بعملية مستمرة عملية مستمرة معناها عملية دائمة مستمرة مرسل ومستقبل ثم تنعكس العملية المستقبل يصبح مرسل وهكذا تنطوي على الأقل أقل شيء أقل معدل يجب أن يكون هناك مرسل ومستقبل طبعا لو كان هناك مرسل ولا يوجد مستقبل ما استفدنا من عملية الاتصال والعكس صحيح لنتطرق إلى الموضوع الثاني ألا وهو أهمية الاتصال أهمية الاتصال هل الاتصال مهم؟ ما هي أهمية الاتصال؟ طبعا نتطرق إلى هذا الموضوع والذي هو من محتويات الوحدة الأولى والذي لا يقل أهمية والذي يتكلم في أهمية الاتصالات الإدارية حيث نلاحظ أن الاتصال اليوم بمختلف أشكاله وأنواعه من الأمور الحيوية في الحياة البشرية فالإنسان على سبيل الحصر فالإنسان لا يمكن أن يعيش دون اتصال لا يمكن أن يعيش بمفرده لا يمكن أن يعيش منعزل عن الآخرين منقطع عن الآخرين فلا يمكن الإنسان أن يعيش بدون اتصال بالآخرين والتفاعل والتفاهم معهم وتبادل المعلومات والأفكار كيف يمكن له أن يعيش لوحده منعزل إنسان بداي دون اتصال دون أن يعرف ما يحيط به من عالم من أفكار من آراء من أخبار وهكذا هذا على صعيد الإنسان أما على صعيد المنظمات فهنا تلعب الاتصالات دورا هاما في نشاط المنظمات الإدارية المختلفة حيث تقاس فاعلية الأنشطة الإدارية التي تقوم بها المنظمة وكفاءة هذه الأنشطة من خلال تحقيقها لأهدافها وذلك من خلال أيضا مدى فاعلية نظام الاتصال المستخدم في هذه المنظمات ومرونته ما مدى مرونة الاتصالات المستخدمة في هذه المنظمات وما جدوى وما فاعلية هذه الاتصالات في تحقيق أهداف هذه المنظمات هناك البعض من اعتبر أن الاتصال أيضا هو أحد عناصر العملية الإدارية قال أن الاتصال أحد هذه العناصر كالتخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة هذه العناصر الأساسية هذه العناصر الأساسية في العملية الإدارية وكما نعلم من علم الإدارة طبعا أن العملية الإدارية كتعريف هي تلك العملية التي تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالرقابة أول عنصر هو التخطيط وآخر عنصر هو الرقابة طيب هناك عناصر أخرى ما بين التخطيط والرقابة هي ليست عنصرين تخطيط ورقابة مثل التنظيم التوجيه هناك من اعتبر الاتصال احد عناصر او احد هذه العناصر التي تقم بين التخطيط والرقابة البعض الاخر اعتبر الاتصال هو شريان الادارة الشريان يعني الاساس والذي ترتكز عليه جميع عناصر العملية الادارية كل عناصر العملية الادارية التخطيط التنظيم التوجيه التنسيق الرقابة والتي تعتمد في تحقيق أهدافها على هذا النظام على وجود نظام اتصال هادف سليم فعال